السلام عليكم نبدأ في الدرس السابع نكمل باقي شرح الإضاءة ونتكلمه في الفيديو هذا عن الإضاءة الخارجية فعندي المشهد هذا أنا مشتغل من قبل مراند راياني فنطبق عليه ممكن هذا الإخراج النهاري للصورة وهذا الإخراج الليلي طبعا باستخدام بلندر فقط لأن حتى فوتوشوب ما تدخرش في حتى تعديل الألوان فالإضاءة الخارجية عندنا مكونة من قسمين واسم اللي هو خاص بإضاءة الخلفية نفسها أو الانفيرومنت العام اللي هي خلفية المشهد واسم خاص بمصدر الضوء اللي هو إضاءة الشمس يعني الخلفية أو السماء سواء كانت البرنامج أو HDRI ستكون خاصة غالبا بأماكن الظل والتحكم في درجة اللون وتأثير على الناكاسات بالخامات والإضاءة المباشرة اللي هي جيني من السنلايت للأماكن اللي فيهم إضاءة أو أماكن اللي ترمي في الإضاءة وهي اللي تتكون في الظل تمام؟ فعندي المشهد هذا مشهد بسيط يعني لجزء من المشروع حضيت في جهازتيه كاميرا حنجوه إن شاء الله شرح الكاميرا بالكامل في فيديوهات لاحقة عندي هنا وزعت سبوت لايت بنفس الطريقة اللي في الدرس اللي فات عندي سبوت هذا اللي وجد شفت هنا نفس الشيء كذلك عندي نفس سبوت خضيته وبعدين درت له روتايت عكسته لو نجو على الترانسفورم هنا درت له تدوير 180 درجة بحيث يقعد متجه للأعلى من الداخل خليت الشبابيك شفافة وزعت إضاءة بوينت اللي هي إضاءة نقطة استقررت عند 600 وات لأن الإضاءة مثلا كانت عند 600 وات شفتها أنها مناسبة فالموضوع بالتجربة فتولا وجينا درنا وشفنا أن المشهد مش حط في أي مصدر إضاءة أو أي environment حسنا بالشكل هذا لا يوجد أي مصدر إضاءة لو خشيت في الكاميرا سنرى أن مصدر إضاءة عندي هو سبوت لايت وعندي السفير لايت اللي جاية من داخل مبنى أنا موزحها فحاليا سنعمل على environment عشان نضيف environment أو خلفية في برنامج blender حتمشي لهذه القائمة اللي اسمها world حتضغط عليها حتكون بالشكل هذا تمام فهنا عندي في السيرفس لو ضغطنا preview اللي هو الشكل المتاع خلفية السماء أسود ما في الشيء فالسيرفس هذا هو اللي نحن نحطه منا الإضاءة فعندي هنا عشان نحط الإضاءة متاع البرنامج هنضغط على النون هذي هنختار background أوكي بعد نختار background إن إضاءة خلفية هنجي في الكلر و هنختار شيء اسمه environment عفوا عندي environment texture في حالتني بنضيف htri و هندي sky texture حاليا هنختاره sky اللي هي خاصة بالبرنامج و أنا حاليا محتمد بشكل كامل على skylight في المشاهد النهرية و ما نفضل شنين نستخدم الhydra كل واحد حسب ما يشوف آآ في الليل نحتمد على الإضاءة بالhydra تمام فعنشوفه إنه فتح لنا النافذة هذي بالشكل هذا لو جينا درنا آآ render هنشوفه إنه هو بدأ يعطيني إضاءة خلفية أوكي بالشكل هذا إضاءة الخلفية الخاصة بالبرنامج تمام فعندي هنا sun size كلما نصغر حجم الشامس يكون الظل حاد و كلما نكبر في حجم الشامس يكون الظل متدرج أو ليس بين الحدود الخاصة به يعني مثلا في الصورة هذه اللي هو الحدود هنا تقريبا استخدمت حجم sun light كلما تبي حدود الظل تكون حادة كلما كانت مصغر حجم الصن و كلما كبرت القيمة الأولى هذه سيبدأ يسيح لي في الظل و يدرج في لي وهذا يحتمد بشكل كبير على توقيت المشهد يعني كلما كانت الشمس نازلة أو قريب من الغروب أو من الشروق سيكون حجمة أكبر من منتصف النهار بحيث أن في منتصف النهار يكون الظل حاد حتى في الواقع أوكي الثاني اللي هو خاص بالإنتنستي للشمس يعني إضرأة الصن نفسها الشمس بروحها هنا الإليفاشن يعني هو ارتفاع الشمس مثلا لو عدلت الصن إليفاشن خليتها مثلا 45 سترجع ماء الشمس للأعلى لو خليتها مثلا 60 كلما نزيد كلما نرجع لو خليتها 90 ستجد الشمس عمودية تمام؟ عندي صن روتيشن أني ندير تدوير للصن مثلا 360 درجة فمثلا لو ديرت 60 نشوف هيبدأ يغير معيها في مكان الشمس وبالتالي يتغير مكان الظل أوكي خليني توى نقصوا الصن نصل الانتنستي مثلا نقلوها بوينتتنين وعندي القيمة الأخيرة هذه خاصة بخلفية السماء نفسها واحد نقدره مثلا خلوها 0.25 مثلا نصغروها بحيث أن نشوفه يبدأ أن نعدل فيه السماء أوكي فعندي هنا الصن بهذا الشكل لو جيت مثلا نزلت الإليفاشن إلى 15 هتنزل معي الصن للأسفل بالشكل هذا أوكي آآ فمثلا لو آآ رفعت هذه القيمة إلى واحد نشوفوا تأثيرها حيبدأ يقلل لي من التواهج للشمس لو خليتها مثلا عشرة حيبدأ يقلل من التواهج للشمس لو مثلا غيرت أول قيمة هذه إلى اثنين حيبدأ يكبر لي حجم الصن وهذا قلنا يفيدنا في الظل هل هو حد أو لا فحنردوها مثلا نخلو حجم الصن واحد أوكي ونردو القيمة هذه مثلا نخلوها على التهية واحد بالشكل هذا وبعدين هنبدأ نجهز آآ نبدأ نشوف فيه تأثير الشمس مثلا نبدأ ندير فيه إلى ما نختار الزاوية المناسبة الخاصة بي مثلا نجربوا التسعين آآ نعقص تسعين مثلا بهذا الشكل صن مثلا جد بالشكل هذا آآ مية وخمسين هنبدأ نجرب إلى ما نشوف الإضاءة المناسبة مثلا نقوله بالشكل هذا تمت الشمس خلف خلف الكاميرا وطبعا احنا ما نفضلوش إن الشمس تكون فيه نفس اتجاه الكاميرا أو مقابلتها يفضل الشمس تكون نزلة معليمين أو من على الجهة اليسرة بحيث ترمي الظلال في في اتجاه متعامد مع الكاميرا ولكن حتى نشوف إن هكي بدأ مناسب فهذه الأشياء اللي ممكن نتلعب فيها اللي هي لو شفت إنها مثلا قوية نقدر نخليها بوينت واحد يعني نشوف إن المشهر طلع معنا مناسب طبعا نمجه هس الخامات وبدون أي مجهود يعني مجرد دخلنا الصن لايت أعتقد إن الإضاءة تضبطت معنا خلينا بس نخفو الشكل متاع الإضاءة المخفية الإضاءة تضبط تعفوا فبهذا الشكل فالأمور هنا بسيطة جدا لو حبيت إنزيد إضاءة الخلفية مثلا خليوها بوينت أربعة حيبدأ يفتح لي في الإضاءة متاع الظل أو إضاءة السماء نفسها مثلا لو خليتها بوينت واحد التوازن هذا صعب شوي لازم تقعد يتجرب بحيث يكون فيه توازن أو تناغم بين إضاءة الخلفية والشمس فلو شفت هنا مثلا إضاءة الخلفية بوينت واحد لو خليت الشمس بوينت ستة سنقل أن المشهد لا تناسب الخلفية واضح أن إضاءتها أضعف من الشمس وهذه تحتمد على عينك أنت لتحدد تقيم المشهد ما يحتاجه فأنا بالنسبة لي شفت أن 0.2 هنا مناسب وفي الصن طبعا هذه بالتجربة ومش قيم ثابتة أن الواحد يتبعها فبالشكل هذا درنا مشهد نهاري بشكل سريع لو حبيت أني هذه الطريقة أني أنا قد ندور في الصن وندر تست وتجارب على الصن إرتفاعها مثلا لو خليتها 30 ونقدر أني نطفي الصن هذه اللي هي جاية مع مع بالشكل هذا وإذا اهتمت على إضاءة سكاي فقط فعندي طريقتين لاستخدام الإضاءة كل واحد حسب ما يفضل أنا نشوف الطريقة هذه مناسبة وهي اللي نشتغل بها حاليا فلو وقفنا الرندر فهذه الطريقة الأولى أن تكون مع الصن اللي جاية مع سكاي فلو قدرنا الصن ديسك هذي طفيناها سيجد المشهد بدون صن لايت سكاي فقط فلو مثلا جيت من التوب ضغط رقم سبعة حطيت الكروس هنا مثلا ودرت شفت اي وقيت للايت واختارت صن فهكي نضيف صن بنفس طريقة ممكن أني خفيت الخطوط الموضحة للإضاءة لو نظهرت أوكي فهكي حطينا صن فهذه الطريقة أشبه ببرنامج 3D Max اللي هو أن نقدر أخلي ملف أو حجم الشامس أو الشامس حاجة ملموسة عندي أنا اللي نعدلها أفضل من طريقة التجربة بالروتيشن والاليفيشن وحنوجه الشامس لو جيد ضغط على التوب فهنا نبي صندلايت تجيب الشكل هذا مثلا أوكي ونضغط صفر بحيث نقش في الكاميرا ونبدأ ندير في التست وبما أني ماسك الصن لايت حيفتح حماية إضاءة هنا نفس الدرس السابق واللي هو فيها إضاءة الصن اللي هي هذه الصن لايت اللي أنا حطيتها فنقدر نعدل مثلا في لون الشمس حسب ما أنا نشوف مثلا بالميل إضاءة الأصفر شوي آآ نبي نقلل الشدة متعتها مثلا إلى 1 مثلا خليها 2 ونبدأ نشوف في شن المشهد يحتاج من تناسب المعي خليك 3 مثلا بالشكل هذا آآ طبعا الصن نقدر أنا نحركها بالشكل هذا كيف ما أنا نبي مثلا آآ مثلا لو ضغطنا 1 هنجيبه من الفرونت نقدر ننزل أو نرقي بالشكل هذا ولو ضغطت 7 هيجيبني من التوب من التوب أنا نقدر نغير مكان الشمس ومن النقطة الصفرة هذي ندير تدوير مثلا بالشكل هذا نضغط 0 رد في الكاميرا نرجع في الكاميرا ونشوف تأثير السنلايت أوكي وفي المقابل من الورلد من الخلفية نقدر نتحكم فيه السكاي مثلا لو خليتها قيمتها مثلا آآ واحد نقدر نتحكم فيها حتى هي هذه الخلفية السماء ونتحكم في الإضاءة أوكي بكل بساطة وسهولة نسقنا المشهد ونسقنا الإضاءة طبعا أنا في صباح تلك مجهز الخامات ومجهز زوية الكاميرا مختار النخل لأكي شكل أواقعي بحيث تكون محور المشهد بعضك كله يساهم في أن المشهد يطلع معك بشكل كويس بأسرع يعني أوكي فشي آخر نقدر أنا نعدل في الصن لو جيت في القائمة الثانية هذي هنقدر نجي هنا نضغط 0 ونخش في الكاميرا ونخلي هذي رندر ريل تايم أوكي ونبدأ نقدر نتحرك مباشرة لو كان مثلا الجهاز عندك مناسب أنك تحرك الشمس في الريل تايم أو أنك تعدل الشمس وبعدين تقلل الإعدادات وسيقدر في تسترندر مباشرة تمام فالموضوع سهل بالنسبة للسنلايت قلنا عندنا اثنين واحدة تجي مع السكاي لايت الخلفية واحدة تجي مع خارجية نقدر نستخدم أي منه ونطفو الثانية تمام ولكن الحرية وأنا عن نفسي نستخدم في بحيث يكون في التناغم بين الخلفية والسكاي أكثر الشيء الثاني نحكو عليه وهو لو نريد أن نضيفه خلفية سماء أو غيوم أو او اتش دي ار اي انا حنسيب الكم ملفين تحت الفيديو واحد نهاري واحد ليلي بحيث تجربوا به فمثلا حنقلينا نمسك الصن هذي نضغط عليها ونجي في عددات اللايت امتاحها وندير لها خلي قيمتها السفر اطفيها تمام او نقدر نمسكها من هنا ونجي في الليست هذي ونضغط دوت هيجيب لي الصن ممكن لو جيت هنا فتحت هذه هي ندخلوا بحيث الليز واشيبكيو بورد والرندر هنقدر نخفيها من الفيوبو بورد وبتطلع في الفيوبو بورد تطلع في الفيوبورد تطلع في الفيوبورد و basics 반شدر أو نطفيه كيفية تطلع فإنها غير البييو بورد ف Stand to wear and print ISO �로 نطفيها بحيث هي متتظهر ولا في الفيوفورد ولا في فرف Project فهذه اللاير او طباقات او محتوى مشاريعك ممكن ند Regнее من هنا فاذي تحطيها حتناة في القائم هذه مثلا درا نعدل في spot لو مسكتها هنا. هنجي نضغط هنا هيجيب لي على طول يقول لي انه هو point light. نقدر نلغي select اني معاش نقدر نحده من viewport. نقدر نخفيه من viewport ولكن يظهر في الرندر. نقدر نخفيه من الرندر ونخليه ظاهر بس في viewport حسب ما نحتاجه. تمام فتواجهت لل sun light وخلقت بيمتها سفر بحيث اني قفيتها. اه وحنجوه هنا عشان نضيفه hdri. هنجيب للباكجراوند هنا ونبدل هنقلي مثلا على الباكجراوند ولكن نبدل skylight نقول لها نبي environment تيكتشر. تمام فلو جيت لغطة سفر وستطيع ترندر. هيطلع مية المشهد بالشكل هذا لان انا مضفتش اي hdri في المشهد. فعشان نضيف hdri هنضغط على open. هنمشي للجهاز ونشوف ملف ال hdri. نفس ما قلت لكم هنرفق لكم انا ملفين. هنمشي للجهاز ونشوف المكان اللي هنا مخزن فيه الملف مثلا هنجرب اي ملف من عندي طبعا تنزل ال hdri في مواقع واجد متوفر فيها مجانا ممكن بس لو كتبت في جوجل hdri free او شفت الصفحات الفيس هتلقي ناس واجد ما فرينا خلينا نجرب اي ملف تاوه. فحنحب الملف ال hdri هذا. هيبدأ ينزل معي بالشكل هذا. تمام? اه هنا الشدة امتاع ال hdri نقدر نزيدها مثلا خليها ثلاثة. طبعا هذي الطريقة التقليدية فيها شوي عيوب ولكن اه هننشرحه كيف ممكن نحلوهن يعني تمام? اه اه فهنا اه نقدر نزيد شدة ال hdri ونقدر ندير لها تدوير. والمشكلة كلها في التدوير انك انت عشان تدير لها تدوير لل hdri او التعمل معها اه لازم تمشي لها للشيدر كأنك تشتغل في الخامات تمام? وهذه كانت حاجة مزعجة يعني عشان ندير تدوير ال hdri كان فيها مشكلة الى انا لقيت ادن. هنضيف الكام في تحت الفيديو اللي هو يعطيك تحكم غريب في ال hdri مش موجود في اي برنامج اخر يعني تحكم حتى في اللون في ال saturation في ال intensity مثل hdri فلو جيت للشيدر هنا لازم نشرحه طريقة العادية قبل بحيث تقات فاهم بعدين هنشوفه الاختصارات تمام? اه فلو جيت هنا عشان نظهر ال hdri اللي انا حطنا في ال background هنقدر نمشي هنا هنختار ثرض قائمة اللي هي بالخامات وحنقدر نمشي هنا ونشغل اني نبي نبيك تظهر لي ملف هيطلع مايه بالشكل هذا لما نشغله الشكل هذا هو ملف ال hdri الخاص بنا فعشان نجيبها في قائمة الخامات هنا هنجي نغير اه هنا من object ال object هي الخاصة بالخامات اللي نصنع فيها للبلوكات او لمشروعنا هنغيرها الى ورد وهنا حيجيب لي الحاجة اللي انا حطها في ال environment اوكي اللي نحطها في الخلفية اللي هو ملف ال hydraa فيقول لي ان ال output هو world اللي هي خلفية السماء و اللي داخلها هو background وتجول background لدي ملف hdri فحننجيل هذا بعد ما يكون نفعل node regular قبل ما شرحنا في نفس ما شرحنا في نفس ما شرحنا في دروس الخامات هنضغط ctrl t وهو يبدأ يعطيني تحكم في شكل ال hdri ندير تدوير نفس ما كنا نشتغله في الخامات بالشكل هذا لو يجي تدر التدوير هنبدأ نقدر اني انه ندور شكل ال sun او اني نعدل حتى في ال scale الخاص بها بالشكل هذا اوكي فهكي عشان نحن نتحكمه في الدوران او الشكل اوكي فهذه الطريقة انه نحطه ب hdri ونعدله خلفية متاحة ولكن نستخدم في addon هو ممتاز جدا الصراحة في الموضوع هذا بدل القصة هذي واني نمشي لل shader لا نحن هنجو من edit هنديره preference كالعادة لما نضيفه اي addon هنمشي لل addon ونضيفه ونثبت ملف انا هننزله لك هنرفقه في الفيديو والملف يا اخوان تخليه مضغوط لا تفكش الضغط عنه يعني فيه ناس واجد لما ننزل addon يفكوا في الضغط ويدخلوا لا الملف يدخل البلندر مضغوط يعني امتدادة زد IP ما تفكاش الضغط دخله كما هو عشان ما اوجاكش اي مشاكل كتثبيت addon فهذا هو ال addon سيكون ملف مضغوط بالشكل هذا ستنصخ العنوان كنص ستجيه في blender وتقول لا install نفس ما قلنا سنلصق المصار نختار addon وانا طبعا لاني بثبتة وبعد ينزل معك ستجيه للملف ولكن انا بثبتة وبعد ينزل save لا يوجد نزل من جديد تمام سيطلع معك في ال world لما تجيه ال world هنا سيطلع معك خصائص اسما hdri تمام فلو ضغبت عليها وفعالتها سيفتح لك نافذة تمام سيكون عندك هنا مجموعة hdri تختار منها المجموعة هذه ممكن انك انت كيف تدخلها انك تجيه من الفرنس في الادون هذا اللي اسمه اللي هو متاع hdri تكتب gifr مثلا g lightgifr فهذا هو الادون اللي ثبتنا هتلقى هنا انك تقدر تضيف مصار في جهازك انت حط فيه ملفات الهيدرا الخاصة بك وهذه مميزة جميلة جدا يعطيك خيارات انك انت بدل ما تقعد كل مرة الدخم ملف في هيدرا تمشي للجهاز لا انت تضيف مجلد في الهيدرا كله وتضغط على زائد وتضيف المصار اللي انت حطي ملفات hdri اه وتضيف الهيدرا اوكي وبعدين تضيف الهيدرا هتلقاه هنطلعنا معك هنا ملفات الهيدرا الخاصة بك اللي انت مختارا فلو مثلا نختار اي واحدة مننا انا هنختار هذه بحيث ندير مشهد ليلي تمام فهنجيه هنا اه هندير مثلا render عشان اني ندير مشهد ليلي اخترت السماء بالشكل هذا لو مثلا انت اخترت اه خلفية سماء و و وما ظهرت عندك الصورة قال لك علامة ماسكي باللون الموف اختار القائمة هذه واضغط اوكي بحيث ان يحمل لك الملفات تمام انا حطيتك المشهد hdri وخليت ان المشهد ليلي وتوى الافضل مني نقد نمشي للشايدر مني نقدر نمشي للشايدر هنا هنضهر الخلفية بدلا ما نقدر نمشي للشايدر لا هو هنا سيعطي لي خصائص نقدر ندير روتيشن من عندي من هنا لشكل السماء عندي تحكم كبير جدا على ال hdri يعني اه لو جيت مثلا هنا الbrightness او الشدة متاحها الاضاءة متاح الخلفية نقدر نعدلها بالشكلها نضاعها في اون قوي طبعا هذه تحتمد على موصفات جهازك سرعة الرندر وهنا كنت رست ونقدر حتى نخلي اه صورة السماء اللي هي مثلا اه مائلة الالوان الباردة على الازرق او اني نخليها مائلة الدافي وهذه مميزات جميلة جدا يعني في الهيدرا ممكن حتى ندريلها هوريزينتر شيفت اني نقعد ننزل في الغيوم للأسفل او نرفحها للاعلى او او العكس يمين يسار فهذا افضل بواجد خاصة في عملية الروتيشن اه لله دي ار اي افضل من الطريقة التقليدية او كي فهذا كان الشرح لهذا الفيديو اه هل نديره اخر شيء اني نخلي اله دي ار اي مشغله طبعا هذا ملف اله دي ار اي هو ما يصلح للرندر النهاري ولكن هنديره تجربة بسيطة هنشغله اله دي ار اي اي وحننجوه نشغله معها الصن الهيس مادر امبويند خمسة والتنصيق بينهن هنهن هيكون صعب شوية يعني آه لانك لازم تختار ملف اله دي ار اي مناسب في الإضاءة للصن هنجي مثلا في البرائتنس نرفع الإضاءة متاعها شوية اوكي بالشكل هذا ونقدر نجي في الصن لايت نخلي مثلا اثنين بالشكل هذا نرجع للصن فأعتقد أنت تجرب إلى ما تشوف أنه فيه تناسق ما بين إضاءة الخلفية والصن وهذه من أصعب الأمور تحتاج تدريب مستمر يعني أغلب المشاهد اللي أثر على واقعتها هي التنصيق بين الخلفية وبين الصن أنا عن نفسي في الليلي نستخدم في الـ HDRI فقط لو مثلا حبيت نستخدم على الـ HDRI نفترضه أنه كان عندي رندرة مشهد ليلي بالشكل هذا تمام بدون إضاءة شمس وبعدين حبيت نقلب المشهد نهاري هنشغل مثلا الصن لايت نجرب قليمة واحد ونجي نطفي بس الـ HDRI هنا هيمشي لي على طول يرد لي عددات الـ Background أنا كنت أدخل فيه HDRI ممكن نمسحها نقول لها delete أني ما نبيش HDRI ونقول لها أني نبي Sky Tecature تمام وبعدين القيمة بتاعها مثلا تنستي ثلاثة نخليها مثلا 0.2 عندي ثلاثة ثلاثة قوائم هنا نقدر نتلاعب بيهن اللي هو الأوزون والأمور هذه اللي هي نسبة الغبار في الجو والأمور هذه اللي هي تأثر معنا فيه اللون متاع الشامس فمثلا لو زدنا القيمة هذه اللون متاع الخلفية ممكن ميلول الأزرق أو بالشكل هذا مثلا ميلناه للون الأصفر لو سكرنا مثلا هذه المؤثرات متعت الجو فممكن تلعبه بينه وتجربه وهو كله يغير في شكل الخلفية متاع السمع بالشكل هذا تمت سمع عندي باللون الأبيض فهذا ما كان في فيديو اليوم واعتقد كملنا شرح الإضاءة الخارجية حنطبقوا الفيديو الجاي الإضاءة الخارجية على المشروع الداخلي في المشروع الداخلي اللي اشتغلناه وبعدين حنبدأوا نشتغلوا على الخامات بحيث نوصلوا للرندر النهائي وبعدين يكون عندنا الكاميرا وعددة الرندر ونختم الكورس بإذن الله بأكبر قدر من المعلومات قدرنا ننوصلوا وحيكون في دروس متقدمة من وقت لآخر لمواضيع مختلفة تفيد المصممين المعماريين سواء خارجي أو داخلي في برنامج بلندر شكرا لكم